اشتركوا في القناة ومع رصد والتحفظ على المركبة التي كانت تحمل 96 علبة بحجم 4 لترات من هذه المنتجات وتم احالة المخالف الى النيابة العامة مع كافة الوثائق والتقارير والفحوصات اللازمة واضحت ادارة التفتيش بانه تم اخضاع المنتجات للفحص في احد المختبرات المعتمدة حيث صدر تقرير التحليل الذي اكد عدم مطابقتها لمواصفات العلامة التجارية الاصلية وتصنيفها كمنتجات غير اصلية